بسم الله الرحمن الرحيم والان عزيزي الطالب مع الدرس الثاني من دروس العلوم بعنوان حل المشكلات بطريقة علمية هذا الدرس عزيزي الطالب من الدروس الهامة في حياتنا فهناك ارتباط وثيق بين هذا الدرس من دروس العلوم وحياتنا العملية التي نعيشها يوميا فهناك الكثير من المشكلات وهناك الكثير من الامور التي نستطيع ان نحلها بطريقة علمية باتباع خطوات محددة لن أطيل عليكم عزيزي الطالب فهناك مقطع صغير يحكي قصة رائعة عن أهمية التفكير العلمي والاهتمام بحل المشكلات بطريقة علمية لاحظ معي عزيزي الطالب أن هناك أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماما وضع حارسا ليراقب من خلف الشجرة ماذا يفعل الناس ليخبره برد فعل كل من يمر بهذه الصخرة بداية مر رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة نظر إلى الصخرة بشمئزاز منتقدا هذا الأمر وانصرف ثم مر شخص آخر كان يعمل في مهنة البناء وأيضا لم يهتم بهذا الأمر ثم مر ثلاثة أصدقاء وأيضا لم يكترثوا مر يوما والحارس ينتظر وأحد المزارعين وكان لديه عقل وتفكير علمي وجد هذه الصخرة فطلب المساعدة من مجموعة من الناس واستطاعوا أن يرفعوا هذه الصخرة من طريق الناس جانبا وعندما أزاح الصخرة ماذا وجد عزيزي الطالب وجد حفرة في الأرض بها صندوق وكان بها قطعة كثيرة من الذهب ورسالة مكتوب فيها انتبه عزيزي الطالب من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة مكافأة له على اهتمامه بالآخرين عن طريق حل المشكلات مثل إزاحة هذه الصخرة من مكانها إذن من هذه القصة البسيطة عزيزي الطالب نستخلص ماذا نقصد بالترائق العلمية الترائق العلمية هي الخطوات التي تتبع في حل المشكلات التي تواجهنا في حياتنا إذن إذا أردنا أن نلخص أيضا كيف نستطيع حل أي مشكلة لحل أي مشكلة تواجهنا لابد من اتباع خطوات علمية وذلك للوصول إلى حل أفضل لأي مشكلة تواجهنا والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى الخطوات الأساسية المتبعة في حل الترائق العلمية نستطيع أن نلخص خطوات الطريقة العلمية أو الترائق العلمية في حل المشكلات في تسع خطوات وهي بطريقة مفصلة ولكن بعد ذلك نستطيع أن ندمج منها نقطتين أو ثلاث معا نبدأ أولا بأول خطوة وهي تحديد المشكلة إذن إذا أردنا أن نحل أي مشكلة عديد الطالب لابد أن نحدد ما هي المشكلة أولا النقطة الثانية أو الخطوة الثانية هي الملاحظة وهنا لابد أن نستخدم الحواس حاسة البصر حاسة اللمس حاسة السمع وهي ما تسمى الملاحظة ثم نضع الفرضية فنحن نفترض أن حل هذه مشكلة بافتراض معين إذن لابد من وضع الفرضية ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الهامة وهي اختبار الفرضية وبعد أن نختبر الفرضية لابد أن نخطط للتجربة الخطوة التالية هي التخطيط للتجربة العملية التي نختبر بها الفرضية ثم تنفيذ التجربة وكل هذه الخطوات الثلاث نستطيع أن ندمجها معا في اختبار الفرضية ولكن أردنا التفصيل لنتعرف أكثر ننتقل إلى الخطوة التالية وهي تحليل البيانات ثم نأتي إلى استخلاص النتائج وإذا وصلنا بالفعل إلى نتيجة لحل المشكلة وتأكدنا من صحة هذه النتيجة نستطيع أن نتواصل مع الآخرين في النتائج إذن الخطوة الأخيرة دائما هي التواصل في النتائج مع الآخرين هذه هي الخطوات الأساسية المتبعة في الترائق العلمية مرة ثانية سريعا عزيز الطالب تحديد المشكلة ثم الملاحظة وضع الفرضية وتشمل اختبار الفرضية والتخطيط لها وتنفيذ التجربة ثم تحليل البيانات واستخلاص النتائج واخيرا التواصل مع الآخرين وللتعرف عزيز الطالب على خطوات حل المشكلات بطريقة علمية اليك هذا المثال العملي الذي قام به احد الطلاب لاحظ في البداية او حدد الطالب اولا ان هناك مشكلة وهي ان احد النباتات التي توجد لديه في حالة ذبول اي انها بدأت تمرض ويظهر عليها اثار الذبول تدريجيا فهنا بدأ يشعر بان هناك خطورة على حياة هذا النبات اذا الخطوة الاولى او النقطة الاولى هنا هي ان هذا الطالب حدد حدد المشكلة وهي ذبول النبات هكذا حدد المشكلة النقطة الثانية عندما بدأ يفكر ما سبب ذبول النبات فاول ما تبادر الى ذهن هو نقص الماء فالنقطة الثانية هنا عندما فكر الطالب ما سبب ذبول النبات استنتج او وضع فرضية معينة انه نقص الماء فقام بسقي النبات اذا هو لاحظ ذبول النبات واستنتج او فكر في انه قد تكون نقص الماء فبدأ في سقي الماء النقطة الثالثة انه لاحظ انتعاش اوراق النبات في الصورة الثانية كما نلاحظ ان النبات اصبح احسن حالا عندما سقي بالماء ولكن هنا وضع فرضية معينة هذا الطالب انه لابد ان يسقي هذا النبات يوميا بالماء فبدأ في سقي النبات بشكل يومي لمدة اسبوعين فماذا حدث لاحظ في الصورة الثالثة عزيزي الطالب انه لاحظ ان بعض الاوراق بدأت يتغير لونها الى اللون الاصفر ثم الى اللون البني اذا عاد الطالب مرة اخرى للتفكير ليغير من الفرضية التي افترضها في البداية في انه رغم انه سق النبات بالماء ولكن النبات ايضا بدأ تظهر عليه علامات المرض والاعياء فهنا استنتج الطالب ان هناك مشكلة مشكلة لابد من البحث والتجربة للوصول الى حلها وهنا عزيزي الطالب لابد ان نعود مرة ثانية ونؤكد على خطوات البحث العلمي او التفكير العلمي لحل المشكلة وهذا ما سنراه في الجزء الثاني كيف نستطيع ان نحدد خطوات لحل هذه المشكلة بطريقة علمية والى اللقاء في الجزء الثاني اشتركوا في القناة